بتيجوا نبتدي بالوصفة السريعة جداً يلا بينا الوصفة دي ولا أسهل هتاخدوا الفراخ سواء عندكم فرخة متقطعة أربعة فرخة أي تقطيعة أنا بحب تبقى شكلها كده ودائما بقول لما أروح أشتريها افتحها لي باترفلاي دي الباترفلاي بسموها الفراشة لأنه بتتفتح من سلسلة الظهر وبتتفرد فعندي الفراخ شوف السرعة مع بعض هناخد الفراخ على جنب ونعمل السوس السوس يعتمد على عصير البرتقان هناخد عصير البرتقان تقريباً هحط كبايتين من عصير البرتقان مقدرنا هتنزل استمتعوا بالحلقة للمقدير والتي كنت تعملوا الوصفة روحوا على اليوتيوب أو على الفيسبوك مايشوتيلي عصير البرتقان وبشر البرتقان فيه ريحة عطرية رهيبة فبحط معلقة كبيرة بشر البرتقان بحط كمان عصير ليمونة إذن برتقان وليمون فيتامين سي وكمان الأسد بيطر الفراخ اللي هي الأحماض هنحط عسل هنأجد معلقة هنحط معلقتين لتلاتة كبار من العسل لحد دلوقتي احنا حطينا عصير برتقان وبشر برتقان وعصير ليمون وعسل هنحط مستردة معلقة كبيرة خردل أو مسترد تديها تعمل بابر كده لذيز هنحط شوية هوت سوس يعني معلقة صغيرة لكبيرة حسب انتو بتحبوه الهوت سوس قد ايه هنحط معلقة كمان كبيرة توم بودرة سألت كل منزل اني عاملة الاكلة دي على الانستجرام وببقى مش عاملة الوصفة بس ببقى على ستوري كده شفت الوصفة بالتفاصيل الوصفة بالتفاصيل كل اللي سألوني الكويتار جدا الوصفة اهيه ولا اسهل البابريكا بتديها ياريت مدخنة بتديها لون وطعم يجننوا معلقة كبيرة هنضيف فايدة احنا تكلمنا عن صحتك في مطبخك والفوايد الكتيرة للكركم الكركم هنا هنضيفه مش هيدي طعم هيعزز اللون وحيدينا فوايد لما نحط الكركم نسأل الكونترول نشوف شطرتهم نضيف ايه معها عشان الانتصاص فلفل اسود الكركم محتاج فلفل اسود عشان الامتصاص فهناخد فلفل اسود رشة هنحط طبعا الملح وده ملح بحري احنا عندنا هنا يعني البرتقام مسكر وحطينا عسل فلازم نزبط الملح كويس وحنحط اوريجانو اللي هو الزعتر المجفف اذا عندنا اعشاب وعندنا فيتامين سي وعندنا كركم انتي انفلاماتوري وعندنا التوم فاودر التوم كل حاجة هنا مفيدة وشهية بنفس الوقت اخر حاجة منضفها زيت الزتون زيت الاشهر انه هو زيت صحي هنحط تقريبا ربع فنجان نخلط الخليط ده وده احلى تتبيلة للفراخ ممكن تجربوها ممكن تعملوها مع الشيكن وينجز مع الوراك مع فرخة كاملة زي ما تحبو تعمها بالانس متوازن ما بين الحلاوة والملوحة والمزازة ونكهة الزق الأوريجانو الأعشاب كمان المستر زي وقتكم تديها نكهة بسموها بابري كده فيها لازع حلوة هناخد صنية الفرن هنشيل خلص احنا عندنا الفراخ كده والصوم هجيب صنية الفرن سرعة انا بعمل معكم كل حاجة من الاول فانتو هنا نفس الوقت اللي انا هاخده عشان اعمل الاكلة دي مع الشرح والرغي الكتير ده انتو هتاخدوا قل منه عشان تحضروها هنعمل ايه هناخد عندنا هنا نجي على الخضار بحب استخدم الخضار هنا بطاطا وبطاطس بحب فوائد البطاطا على فكرة البطاطا اللي هي بره مصر بقول عليها بطاطا حلوة لانه البطاطس بطاطا لخبطة كده المهم سويت بوتاتو بوتاتو هي من الطوب فودز او اكتر الاكلات الانتي كانسرس مضادة لتحمي جسمنا من السرطان وفيها فوائد لنا هتلاقوها بالسوبر فودز وعندنا طبعا بصل وطوم ودول طبعا احنا كلنا عارفين قد ايه البصل وطوم وده الضوات طبيعية للالتهاب فاكلتنا مش بس حلوة اكلتنا كمان مفيدة هاخد الاول الكراخ لو حبيين تدقوها يعني اشوف هنا اورديكم انا ساعات بحب لما اعملها اديها تكسيرة كده بسيطة بالذات عند الصدر لانه هو ده بيعمل تندرايزنج للتخبيط ده بيطري الصدر وبيفردها كده فردة حلوة تبقى باتر فلاي مظبوطة حطينا الفراخ هناخد دلوقت للبطاطس بنضف البطاطس كويس بخليها بقشرها في ناس تستغرب جدا انه منستخدم قشرها القشر مفيد جدا عملنا لكم قبل كده حتى وصفة لما تقشروا الفراخ ازاي تستفيدوا من البطاطس بس عشان الاتربة اللي بتبقى عليها والاتربة ساعات بيبقى فيها يعني ميكروبات وكده لازم نغسلها كويس جدا بفرشة وننقعها لو حبين بخل مع المية شوية وكده نضمن انه القشرة بقت نضيفة فمنوزع البطاطس والبطاطا والجزر طبعا انا بحب الخضار كده الورنجين لو عندي قرع كنت برضو حطيت معاهم قرع خلوني احط ده هنا عشان نقطع كده على البورد براحتنا هاخد الجزر الجزر برضو فيه سويتنس كده حلوة نسكر نوزع الجزر البصل يا اما منحط بصل كده كبير ومنقطعه صغير او بحط البصل كواز لو صغيرة خالص او بقطعها نص ينفع اسرق دي اما الفخرة جاية قربنا نخلص خلاص حطينا البصل حطينا الجزر ما تقطعهمش صغيرين او يلاحظوا بقطعه كبير علشان هياخد وقت بالفرن ما يتهريش البطاطا كمان بقطعها بالشكل ده بوزعها اللي ما جربش البطاطا مع صوان الفراخ ما جربش لسه يدوق البطاطا بالحوادق تجنن دلوقتي هنا هحط التوم زي ما هو سليم وحواليكم دلوقتي بيطلع عامل ازاي نحط البصلية دي وخلصنا اذا في البيت خضار فراخ سوس هنقوم ماخدين السوس ده بصوا بقى اللقطة دي عاملين كده مغرقين الخضار والفراخ والى الفرن ساعة ساعة وعشر دقايق وتبقى احلى صنية فراخ بقت جاهزة النو تايم اخدتش مننا عشر دقايق وانا قاعدة بديكم التفاصيل التفاصيل عن طريق طبخها هندخل الفرن درجة حرارة مية وتمانين مية وتسعين لمدة ساعة ساعة وعشر دقايق لما نرجع عمل فاصل اكون روقت ونطلع في نام الفرن ايه رأيكم؟ صنية سراخ مشوية هتلاقوها دايبة لانه احنا منقول دايما لما منحط على اللحوم او اي بروتين منحط له أسد حمد زي الخل زي اللمون زي البرتقان بيدوبه ويا سلام لو تبلتوها للفراخ بالسوس دا مثلا قبلها بساعتين تلاتة ولا قبلها بيوم بس الخضار لا بنفس اليوم عايزة وريكم بس التوم بيطلع عمل ازاي لانا بحط التوم سليم وفيه ناس كتير تستغربوا لحد ما يدقوه ينفعني جيب الكاميرا هنا هتلاقوني بالسكينة ممكن اقطعه كده قطع صغيرة بصوا حضغط عليه بصوا بيطلع التوم عمل ازاي دايب مدخن ولو قلتلكم طبعا الناس تعتقد انه تعموا حد انا بحط أربع خمس يعني روس توم في البيت من حلوته بيطلع انتم متخيديين واخد كل النكهات دي ومدخن كده تعموا رائع على فكرة كل كل حاجة هنا في الطبق ده مشاهية البصل البصل لو مخرجنا بس انا عايز ريكم التفاصيل البسيطة بصوا البصلة هنا بتبقى كراميلايز دي ازاي بصوا لو حطناها بالسوس بصوا حطناها بالسوس بصوا البصل ده كده كل رائع منه احلى من التاني التوم البطاطس البطاطا السوس كله يجنن يتاكل جنبي ايه انا مبكلش جنبي ولا رز ولا عيش ولا اي حاجة باعتمد على البروتين والخضار اللي موجود هنا مشاوي وخضار وشوية نشويات لو موجودة على الصفرة ولا يلاقوا